حكومة تراس تتماهى مع الإدارة الأمريكية وتتجه إلى اعتبار الصين تهديداً للمملكة المتحدة تصنيف ستدرجه رئيسة الوزراء بحسب صحيفة ديل تاليغراف ضمن المراجعة الشاملة لسياسات الحكومة بشأن الأمن والدفاع والسياسة الخارجية خلال الأيام المقبلة التصعيد البريطاني تجاه بكين مهدت له الحكومة السابقة برئاسة بورو جونسون عند اعتبارها الصين تهديداً للأمن الاقتصادي وتحدياً منهجياً لبلاده الموقف البريطاني المتدرج أوحى بأن بريطانيا تريد إعادة تموضعها في علاقتها مع الصين فأقدمت على اتخاذ خطوات تصعيدية تجاه بكين لم تكتفي لندن بالتخلي عن صفقة الجيل الخامس لشركة هواوي الصينية إرضاءً لواشنطن بل اتخذت خطوات استفزازية تجاهها عندما أرسلت حاملة الطائرات إليزابت الثانية إلى المحيطين الهادئ والهندي وانضمت إلى حلف أوكس الهادف إلى احتواء النفوذ الصيني فضلاً عن عرضها منح الجنسية البريطانية بملايين المواطنين من مستعمرتها السابقة هونغ كونغ التي قد تمثل إزعاجاً أكبر للقيادة الصينية الموقف البريطاني المتجدد تجاه بكين ليس مجرد خطب ودي سقور المحافظين بل هو أبعد من ذلك إذ يتقاطع مع نظرة المؤسسة الحاكمة البريطانية تجاه بكين التي عبر عنها رئيس جهاز الاستخبارات للاتصالات الحكومية جيرمي تليمينغ وحذر مؤخراً من استخدام الصين تكنولوجيا الجي بي اس للسيطرة والمراقبة على 120 دولة فضلاً عن إشارته إلى استخدام الحزب الشيوعي الصيني العملة الرقمية والتكنولوجيا لإحكام قبضته على السلطة في الصين ونشر نفوذه في العالم موسى سرور لندن الميادين